وينضم إلينا مباشرة من بغداد دكتور سعد الحديثي أن نتقبس من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء دكتور سعد أهلا بك إلى نشرتنا لهذا اليوم يعني هناك اتصالات ووساطات كما يبدو بين الإقليم والمركز لعبور هذه الأزمة بسلام والعودة إلى طاولة الحوار بأي اتجاه تجري العملية الآن هل هناك من مبادرة رئيسة مطروحة بين الطرفين يجري مناقشتها باستثناء الموقف الذي أعلنناه والذي أوصلناه للإقليم من خلال الوفد الكردي الذي زار بغداد قبل ثلاثة سابع وأكثر من الآن وأيضا من خلال زيارات مسؤولين كبار من دول مهمة في المجتمع الدوليك للعليات المتحدة وأيضا ممثل الأمين العام في بغداد والأمين العام للجامعة العربية الأمين العام لو ممت제가 في بغداد أقصد والأمين العام للجامعة العربية خلال هذه الزيارات تم التأكيد على دعم موقف الحكومة الاتحادية بصدد ضرورة الحفاظ على وحدة العراق واحترام الدستور العراقي وعدم الانجرار إلى مشاكل جانبية وتركيز جهد على الحرب على الإرهاب وعدم القيام بما يشأني أن يلحق ضررا بجهود المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب أو يوجد حالة من الاضطراب أو التوتر في المنطقة وفي العراق على وجه الخصوص وبالتالي هذه الموقف جاءت متناغمة بل أكاد أقول أو أزعم أنها متوافقة مع موقف الحكومة العراقية لأنه باقتصار شديد موقف قانوني ولا يمكن لأي طرف خارجي أن يأخذ موقفا بخلافه وحقيقة نحن ما نزال ندعو أخواتنا أو أخوتنا الأكراد في الأقليم إلى حوار موسع ومعنبق لحل المشاكل العالقة وعدم الإقدام على خطوة قد تقود إلى نتائج سلبية فيما تعلق بحلق أو إيجاد حالة من الاحتقان بين المكونات المجتمعية الموجودة في الأقليم أو في المتاخمة للأقليم وأيضا نحن نعتقد أن هذه الخطوة لن تقود إلى أي استقرار على الصعيد العملي بل سوف تكون لها نتائج سلبية لهذا نهيب بالأخوة في الأقليم أن يراجع هذه الخطوة أن يتخذ موقف يتسم بالحكم العقلاني ويراعي المصلحة الوطنية لجميع العراقين وبتأكيد ومن ضمنهم وفي مقدمتهم الأخوة الأكراد في الأقليم نعم دكتور سعد بخصوص التفويض الذي منحه مجلس النواب يوم أمس لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات الحفاظ على وحدة العراق منع ما يمس هذه الوحدة كيف تلقيتهم في رئاسة الوزراء مثل هكذا قرار كيف ستتصرفون أربيل اعتبرت هذا الموقف تصعيديا وبالتالي رد رئيس الأقليم قال الذي يريد أن يجرب إرادة الشعب الكردي فليتفضل نحن بالتأكيد لسنا في وارد الدخول في تصعيد متقابل هذا ليس من حقيقة من سلوبنا في العمل في الحكومة الاتحادية على الأطلاق نحن ننطلق منه منطلق وطني خالص نحن نعتقد أن الحكومة مسؤوليتها على كل المواطنين في كل أجزاء العراق ومنهم الأخوة الأكراد ومسؤوليتها على كل أجزاء العراق ومن ضمنها أرض الأقليم وبالتالي حقيقة نحن لا نريد أن ندخل في صراع كأننا طرفان متقابلان يخوضان صراع التي تحقيق مكاسب على أحدهم وعلى الآخر هذا ليس من سياستنا ولا نعتقد أنه الأمر المجدي لكننا أيضا في ذات الوقت نثبت أننا ملتزمون بأحكام الدستور العامة بهذا الصدد التي لا تسمح بأي حال من الأحوال بالبحث في انفصال جزء من أجزاء العراق لأن الدستور كافل لوحدة العراق وأيضا القرار الذي أصدره البرلمان مستند إلى المادة 109 من الدستور التي تلزم الحكومة الاتحادية بالحفاظ على وحدة البلاد وعلى السيادة الوطنية الكاملة على كل أراضي العراق وهذا ما نعمل عليه بالطرق الدستورية والقانونية والسياسية باعتماد وانتهاج أساليب الحوار بعيدا عن تصعيد أو الاحتقان أو المواقف وردد الأفعال المتقابلة نحن لسنا من دعاة القتال وأخوتنا الأكراد جزء من الوطن العراقي وليس عداء حتى ندفع باتجاه القتال ضدهم بل نلجأ إلى حوار سلمي معمق للوصول إلى نتائج إيجابية بهذا الصدد تضمن حقوق جميع العراقيين وفي نفس الوقت تحافظ على وحدة العراق وتحت سقف الدستور وبما يتمثل مع التوافق الوطني العراقي نعم دكتور سعد عادة الأطراف الدولية التي تملك علاقات متوازنة مع الطرفين علاقات طيبة تكون أكثر قدرة على حالة الأزمة بين الطرفين واشنطن على علاقة طيبة جدا مع بغداد وطيبة جدا مع أربيل وهناك وفد التقى رئيس مجلس الوزراء والآن في السليمانية التقى لاتحاد الوطني وحركة تغيير هل تعتقد أن هذه الاتصالات ستنتج تأجيلا أو تعليقا للاستفتاء؟ برغم أننا ننظر إلى الموضوع على أنه شأن داخلي يجب حله بين العراقين أنفسهم وتحت إطار الدستور وأحكام الدستور لكن طالما أن الأخوة في الإقليم حتى الآن لم يستجيب أو لم يقدم رد فعل إيجابي تجاه مواقفنا المتكرر للدعوة إلى الحوار والابتعاد عن خطوات تصعيدية وعدم إجراء الاستفتاء لأنه خطوة بنتيجة قد تضيق هامش أو فرص الحوار بين الحكومة الاتحادية والإقليم وقد تخلخ الأجواء الثقة التي نسعى في الحكومة الاتحادية لبنائها لكننا مع ذلك نعتقد أن أي دور إيجابي لتقريب وجهات النظر والدفع باتجاه عدم القيام بهذا الإجراء المتعلق بالاستفتاء بالتأكيد سوف يكون فيه مصلحة العراق ولا يتعارض على المصلحة الوطنية العراقية العليا خصوصا أن هذه الخطوة قد لا يكون لها تأثيرات سلبية فقط على الوضع في داخل العراق وأنما تنعكس سلبا على جهود المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب وأيضا قد تخلق ربما توترا في المنطقة وبالتالي هناك ربما مصلحة لبعض الأطراف في الدفع باتجاه احتواء الأزمة والدفع لاحترام الدستور العراقي والحفاظ على وحدة العراق وعدم القيام باتجاه الخطوة هذه أو القيام بهذه الخطوة بالنتيجة نعم دكتور سعد في الأسابيع الماضية كان الموقف الكردي أو موقف الأطراف الكردية إذا موضوع الاستفتاء يعني متباين بعض الشيء ولكن خلال الأيام القليلة الماضية بدأ أن الأطراف الكردية غالبيتها مع إجراء الاستفتاء في موعده مع الالتزام بنتائجه كيف تعلق قد لا تكون هذه القراءة دقيقة للمشهد فيما تعلق بالموقف السياسي يعني بقي فقط حركة تغيير خارج هذا الإطار على أي حال نحن لسنا بصدد الحديث عن كون القوى السياسية داعمة أو معارضة له في الإقليم نحن نتحدث عن إجراء متنافي مع الدستور متناقض مع أحكامه ومبادئ الدستور العامة يلحق ضرر مصلحة البلاد ومصلحة جميع العراقيين ومنهم الأخوة الأكراد ولا يتوفر على أي غطاء قانوني وبالتالي لا يمكن أن يترتب عنه أو يتمخض عنه أي أثر قانوني مجزم الحكومة الاتحادية فلهذا لا داعي لإجراءه لأن النتيجة لن يغير من الواقع كون العراق بحدوده المتعارفة بجغرافيته المتعارفة بكيانه القانوني المعترف به في القانون الدولي وكون الإقليم جزءا من العراق وينتظم مع الحكومة الاتحادية بعلاقة الفدرالية إجراء الاستثناء لن يغير من هذا الواقع بالنسبة لنا في حكومة الاتحادية وبالتالي الحقيقة يعني الإصرار على إجراءه لن يقدم شيء إيجابيا بقدر ما سوف يخلق حالة من التوتر والاحتقان سوف تؤثر سنبا على فرص الحوار المستقبلية بين الحكومة الاتحادية والإقليم وهذا ما الذي نريده بطبيعة الحال ونسعى بشتى السبل إلى حوار مع الحكومة في الإقليم لحل المشاكل العالقة وفق أسس ومتبنيات الدستور العراقي وما يحقق مصلحة جميع العراقيين من بغداد الدكتور سعد الحديثي أنه تقبس من المكتب الإعلامي لرئيسي مجلس الوزراء شكرا جزيلا لك